مما ذكرته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية حول الشروط التي قدمتها القيادة العسكرية الإسرائيلية للحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان من أبرز هذه الشروط وفق القناة الإسرائيلية هي تنفيذ القرار الأممي 7701 الذي يشدد على ضرورة نازع أسلحة حزب الله في لبنان شرط آخر طرحه الجيش الإسرائيلي من أجل المضي قدما في المفاوضات وهو وضع آليات لتنفيذ مراقبة دولية خاصة عند الحدود السورية اللبنانية وذلك لمنع نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله إضافة إلى ذلك طالب الجيش الإسرائيلي وفق المصدر نفسه بسيطرة استخباراتية وسيطرة على إطلاق النار في كامل الأراضي اللبنانية مع منح الجيش الحرية الكاملة في إمكانية شن تواغلات برية في الأراضي اللبنانية أو عمليات عسكرية محدودة بعد انتهاء الحرب هذا وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن هدف إسرائيل من هذه الشروط هو القضاء على قدرات حزب الله العسكرية وضمان عدم تسلحه مجدداً